السلام عليكم أهلا بكم حل مشكلة بقاء شاشة الهاتف شغالة دايما ومش بتطفي معك حتى لو حطيت التليفون على الشاحن برضو بتفضل شغالة ومش بتطفي هنحل المشكلة دي من خلال خطوتين وبإذن الله بتنتهي معاك تماما أول خطوة معنا بنروح لإعدادات الهاتف بعدين بنروح لأسفل كده عندك خيارات المطور إذا متاحة عندك بتضغط عليها تفتحها وإذا غير متاحة بنضغط على حول الهاتف علشان نفعلها نضغط على حول الهاتف وبعدين بنروح لمعلومات البرنامج بعد كده بنروح لرقم الإصدار تضغط عليه أكتر من ضغطة علشان تظهر لك الرسالة اللي على الشاشة نتم تفعيل خيارات المطور حوالي سبع ضغطات تقريبا بنعود للخلف نضغط على بتكون تفعلت معاك ونضغط عليها بعدين عندك اختيار البقاء في الوضع النشط تأكد إن هي مغلقة وبعدين بنعود نروح لإعدادات الهاتف للمرة التانية لنروح للشاشة بعد كده بننزل لي الأسفل عندك زمن توقف الشاشة تضغط عليها لو كانت عندك عشر دقائق بتخليها مدة أقل خمستاشر سنية أو تلاتين سنية على حسب المدة اللي انت عايز فيها شاشة الهاتف تكون شغالة وبكده بإذن الله المشكلة بتتحل معاك تماما وإذا استمرت المشكلة هنروح للخطوة الأخيرة نروح لإعدادات الهاتف بنروح للإدارة العامة وبعدين بنروح لإعادة الضبط وبناخد إعادة ضبط كل الإعدادات وده الغرض منه إعادة إعدادات الهاتف للحالة اللي كان عليها لما انت اشتريته وما تخافش ضبط الإعدادات مش بيحزف بأي بيانات أو ملفات أو صور هو فقط بيعدل الإعدادات الإضاءة والواي فاي وكل شيء إلى الحالة اللي انت اشتريت عليها الهاتف نضغط على إعادة الضبط وبتدخل كلمة المرور وبتضغط متابعة وبإذن الله المشكلة بتتحل